اشتركوا في القناة مع الرئيس الأبرسي ورئيس المفوضية الأوروبية الخميس إقليميا غزة تنتظر الدخان الأبيض وكل الأطراف ناطرة رت حماس على مقترح الهدنة بحلقتنا اليوم من براس ريفيو وبالإضافة لجولة على آخر العنوين يالتصدرت الصحفة المحلية العربية والعالمية ليوم الثلاثة ثلاثة نيسان رح ينضم لألنا الصحفة والكاتب السياسي براهيم ريحان بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام 1984 تم توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين نبدأ جولتنا على الصحف والبداية دائما مع صحيفة النهار الورقة الفرنسية وصلت ومعركة في ملف النازحين ترقب لمحادثات مفصلية مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية الخميس حماس تجدد القصف الصاروخي من الجنوب وحزب الله يكرر موقفه من المبادرات الخارجية بلينكين يأمل موافقة حماس على اتفاق هدنة ساخي جدا جامعة كولومبيا بعد فشل المفوضات تهتد بفصل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إسرائيل قلقة من احتمال اصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال متصلة بحرب غسا انتبع مع النهار وقراءة لبعض العنوين بالصفحات الداخلية تعديل الورقة الفرنسية يقربها من الأفقار الأمريكية تعاون حواري بين التقدمي الاشتراكي وحزب الله ومشاورات بدأها وليد جملات لتنظيم النزوح السوري ما جديد الحراك الداخلي بشأن الملف الرئاسي عطي للنهار ننتظر اللقاء مع صفراء الخماسية من النهار نتابع الجولة لنكون مع صحيفة اللواء وأبرز عنوينة حزب الله يصطبق بصول الاقتراح الفرنسي لا إيراح لنا تنياهو قبل وقف الحرب أعداد الرد اللبناني على الورقة وتحضير لملف النزوح قبل وصول الوفد الأوروبي التدخل الأمريكي في الذروة لإقناع حماس بقبول الهدنة المنقصة وفدان إسرائيلي ومن حماس في القاهرة اليوم واجتماع عربي إسلامي أوروبي يدعم حل الدولتين من سلمان أمام منتدى الرياض منجزاتنا حاليا ليست سوى البداية نبقى مع اللواء ورح نكون مع فقرة هامس لنشوف شو حملت من أخبار لليوم حسب مصدر ديبلوماسي فإن معادلة حزام أمني مقابل حزام أمني بين إسرائيل ولبنان غير قابلة للمعالجة من دون اتفاق خطي بين الطرفين نقلت رسالة عطب قوية على وزير خدمتي لاستبعاد هيئة رقبية تربوية عن الاجتماع المتعلق باتخاذ القرارات حول الامتحانات الرسمية أدت سياسات رئيس تيار معروف إلى تحقيق تقارب ملحوظ بين مرجع وحزب مناهض في البيئة نفسها من تبع جولتنا ومن اللواء إلى نداء الوطن صواريخ القصام تستكمل استباحة الجماعة والمرجعيات السنية تغرق في الصمت بالريم وميقاتي يتبلغان مضمون الورقة الفرنسية والحزب على رفضه غزة تنتظر دخان القاهرة الأبيض على المقترح السخي محادثات دفاعية أمريكية خليجية ومواجهة مفتوحة في جامعة كولومبيا ستولنبرغ من كياف الوقت لم يفوت لتنتصر أوكرانيا نقرأ مقتطف من المقال مع انتعاش الأمال في التوصل إلى اتفاق هدنة يتضمن تبادلا للأسرة والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس ينتظر سكان غزة بفارغ الصبر أن تتكلل الجهود المصرية والقطرية بالنجاح وأن يتصاعد الدخان الأبيض من القاهرة في أسرع وقت ممكن لكي تصمت الحرب ولو موقعا ويتكثف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي بات بأمس الحاجة لتنفس الصعضاء وأخذ قصة من الراحة وسط مشهد سودوي مليء بالموت والمآسي في السياق أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض تفاؤله حيال المقترح الجديد للتوصل إلى هدنة في غزة من تابع جولتنا ومنبقى دائما مع نداء الوطن لا نشوف اليوم شو هي الأخبار اللي وردت بفقارة خفايا يتردد أنه في حال قرر رئيس تيار الوطني الحر جبران بيسيل تطبيق قرار منع الترشح على كل نائب أمضى ثلاث دورات نيابية والذي يطاله قد يعمد إلى ترشيح زوجته شانطال عون عن مقعد البترون في حين تم الاتفاق على أغلبية البنود تؤخر خلافات حول بند استراتيجي إصدار وثقة وطنية كان يفترض أن تنبثق من مؤتمر سياسي عقد في صرح ديني أبدأ حزب بارز انزعاجه من سلوك قيادي في حزب حليف بسبب خطابه المتطرف منتبع جولتنا ورح نكون مع الديار الورقة الفرنسية المعدلة عند بري وحزب الله يحدد ملامح اليوم التالي التعديلات تتضمن إعادة انتشار لا انسحاب للمقاومة ماذا عن ملف الغاز؟ توصية المعهد القومي الإسرائيلي لا تغامر بحرب شاملة في الشمال المقاومة تدق مستوطنات غلاف غزة مجازر جديدة للاحتلال وخلافات إسرائيلية حول صفقة التبادل منتبع جولتنا ومن الديار رح نكون مع صحيفة الأخبار المقاومة تتحسس فخاخ العدو مفاوضات القاهرة من الأخبار رح نكون مع صحيفة الشرق صراع بين بايدن وترامب حول العمر المبادرة المصرية تتقدم وبر تسلم الورقة الفرنسية انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفة غدا عون تتمرد مجددا على هيئة التأديب سعيد خطاب القوات التقسيمي مسؤول عن فشل لقاء معرب من الشرق رح نكون مع صحيفة لوريون لجور الجماعة الإسلامية تدفع ثمن استعراض قوتها في عكر بداية انفتاح جنبلات باتجاه دمشق الاتفاق الأمني بين واشنطن والرياض لا ينتظر سوى تل أبيب مشاهدينا رح نكون مع فاصل إعلاني من تابع من بعده جولتنا على الصحف من تابع حلقتنا من بريس ريفيو وبينضم لألنا الصحفة إبراهيم ريحان أهلا وسهلا فيك معنا ببريس ريفيو سؤال الأول بيبقى السباق المحموم حاليا بين التهدئة والحرب إلى ماذا سينتهي برأيك خاصة في ضوء التحرك الديبلوماسي الفرنسي والأمريكي ولقاءات سيجورنال متوقعة اليوم بإسرائيل بعد زيارته بيروت والرياض صباح الخير الحراك الفرنسي بحسب المعلومات لا ينفصل لا عن الحراك الأمريكي ولا المصري اللي جاري بالمنطقة بسبب القناعة الأمريكية الفرنسية بصعوبة تفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة فلما احنا شفنا أنه المفاوضات الهدنية وعم بصير في مقترح هدنة جديد بغزة وعم تتقدم المفاوضات صار الحراك الفرنسي تزامنا مع وجود أمس هوكستين بتل أبيب من أسبوع تقريبا وهذه الحراكات كلها تزامنا مع المنتظر الاقتصادي العالمي بالسعودية وزيارة وزير خارجية الأمريكي واجتماعات السوداسية العربية كلها تؤشر إلى إيكانية الوصول إلى بداية حل خلال أسابيع قليلة إذا مش أيام قليلة بس تبقى بعض العقبات الأفخاخ المتوقعة مثلا باتفاق الورقة الفرنسية نجاح تطبيقها مرهون حتما بنجاح المفاوضات بالقاهرة لأنه ما نحكي بفصل جبهتين ما أنه سهل زائد أن الحزب كان بلغ استطلاق الفرنسيين والورقة الفرنسية بالإصرار على موقفه أنه لا وقت في إطلاق النار في جنوب لبنان بدون وقت في إطلاق النار في غزة ما يعني أنه لا يرفض الطروحات الفرنسية لكنه يربط التنفيذ بوقف إطلاق النار في غزة أو بالهدن بغزة اليوم العقبات تكمن أولا أمام جواب حركة حماس وعد حركة حماس على مقترح المصري وترقب أيضا التعامل الإسرائيلي حتى مع الرد من حركة حماس على الإسرائيليين أدموا بعض التنازلات الشكلية اللي هي بالمضمون مهمة جدا مثل القبول بعشرين لثلاثين أسير بعد ما كانوا عم بيتصلبوا على أربعين أبدوا للمصريين انفتاحهم على بحث وقف شامل لأطلاق النار أثناء المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق كل هذه العوامل اليوم عم بتأشر إلا نحن أنه التهدئة والانفجار عم بيمشي بخطان متوازيين يلي بيسبق حتى اللحظة هو التهدئة ومش توسعة الحرب لأنه قرار توسعة الحرب خصوصا عند إيران منه وارد وعند الولايات المتحدة غير وارد لما ما يكون وارد عند إيران يعني حتما هو عند الحزب منه وارد صحيح اليوم على صعيد الوضع بغزة تحديدا شو هي قراءة تقع على موضوع رفح مفاوضات القاهرة تحديدا نعم نتنياهو عم بيحاول يستغل الحشود على رفح لا التفاوض تحسين شروطه التفاوضية يعني نحن كنا شفنا تسريبات إسرائيلية خلال الأيام الماضية بتقول أنه في حال وافقت حركة حماس على تبادل الأسرة ومقترحات القاهرة أو المقترحات التهدئة والهدنة فمن المرجح أن يوقف عملية رفح يعني ما يدل لأنه عملية رفح اليوم وإن كان نتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية تريد أو تنوي اشتياح رفح لكن نتنياهو قد يهرب من اشتياح رفح نحو اتفاق تبادل في حال وفقة حركة حماس ما يعني أنه فشل الهدنة سيعني حتماً اشتياح رفح بس الأرجح اليوم أنه تكون رفح مقابل الهدنة ومنه تفصيل أبداً كمان يلي أورده توماس فريدمان من يومان بما قالته اللي حكي فيه عن أنه السعودية أبلغت الإسرائيليين عبر الأمريكان أنه إما رفح وإما التطبيع مع السعودية ما يعني كمان أنه فيه ثق العربي كبير عم يدفع بوقف عملية اشتياح رفح نظراً لنتائجها الكارثية يعني على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد السياسي إن حصل اليوم إذا بدأنا نسأل بما خاص الشأن اللبناني عم نشوف على صعيد الملف الرئاسي تحرك للرجل الخماسية زيارات متعددة إلى الأفريقاء السياسيين هل من حال حالة بهذا الصعيد برأيك أو الموضوع ليس بأولوية إن كان لللبنانيين أو السياسيين أو حتى للمنطقة نعم ملف الرئاسي اليوم إذا بدأنا ناخده على الصعيد الأشمل شوي إنه أولوي بملف اللبناني بشكل عام عند الدول يلي هي كل تركيزها اليوم على الحرب بغزة إذا نجي على الأطراف الداخلية المعنى الأول بملف الرئاسي يعني أكان بالتعطيل أو بالترشيح أو بالتأمين النصاب هو حزب الله وهو بنهاية المطاف اليوم أولويته هو ما يجرع الحدود وليس على الانتخابات الرئاسية ما يشير إلى أنه الملف الرئاسي لا يزال بعيدا عن المتناول اليوم وإن كان فيه كلام نحكى أنه اللقاء بين الرئيس فرنسي مانويل ماكرون وأنا أجيب مئاتي تطرق للملف الرئاسي لكن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا كانت الزيارة فقط تتعلق بالترتيبات الأمنية بالجنوب والمقترح الفرنسي والوضع بالمنطقة مصر في أي تطرق للموضوع الرئاسي ولا حتى أي مبادرة فرنسية بيقى جديدة بموضوع الرئاسي مثل ما عمين حكى المبادرة الفرنسية اللي أجت وشفناها اليوم تتعلق بموضوع الحدود ما يعني أنه طالما كل الدول المعنية بالملف اللبناني وحتى الطرف الأبرز داخلية المعني بملف الرئاسي حوى حزب الله منهم معنيين بالملف يعني من المبكر جدا نحكي عن اقتراب حل الملف الرئاسي لأنه حيكون حتما مرتبط بالمتغيرات الإكليمية يلي حتيجي بعد حرب غزة وإعادة رسم التحالفات السياسية والخريطة السياسية للمنطقة الصحفة إبراهيم ريحان شكرا لك نكمل جولتنا مع الصحف العربية التي تناولت مواضيع الساحة العربية والإقليمية وأبرز الجهود العربية لوقف إطلاق النار بغساة نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط محمد بن سلمان ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين منتدى الرياض اختتم أعماله بتحديد مسارات لمواجهة الاقتصاد المجزأ الرياض وواشنطن طبعان اللمسات الأخيرة لاتفاق أمني بلينكين طالب حماس بقبول العرض الساخي وبن فرحان شدد على مسار ذي مصداقية لإقامة دولة فلسطينية روسيا أعادت هيكلات فاغنر منعا لتكرار تمردها حمزة يوسف يتنحى من رئاسة وزراء سكوتلندا السعودية تطلق مركزا دوليا للغة العربية هو الأول من نوعه ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي منتبع دائما مع الشرق الأوسط وقراءة لبعض العنوين بالصفحة الداخلية ورقة فرنسية لإنهاء الحرب في الجنوب لبنان تستنسخ تفاهم نيسان ثلاث مراحل تنفذ تدريجيا وتتضمن إعادة تموضع لحزب الله وإنهاء النزاع الحدودي مع إسرائيل القصام توسع نشاطها في جنوب لبنان نحو القطاع الشرقي منتبع الجولة لنكون مع الأهرام جهود مصرية أمريكية لدفع التهدئة السيسي وبيدن لا لتوسيع الصراع وتحذير من التصعيد في رفح الفلسطينية وحل الدولتين ركيزة لاستقرار المنطقة من الأهرام منتبع جولتنا لنكون مع الاتحاد تحت رعاية رئيس الدولة افتتاح الدولة 33 من معرض أبوظبي للكتاب الإمارات حل الدولتين أساس مسار السلام في المنطقة منتبع الجولة لنكون مع الأنباء تكريم أمري للمعلمين الكهرباء خطة لإنشاء عدة مصانع لتحقيق الاكتفاء الذاتي 54 ألف موظف في الصحة سيتم ربط بصمتهم بالديوان ومن الأنباء سنكون مع الوطن قلق بالغ لتطورات المنطقة دعوة جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس مطلوب عمل مشترك لحال الخلافات سلميا بلينكين يثمن جهود قطر لوقف إطلاق النار صاحب السموة بايدن يبحثان تطورات غزة ومن الوطن سنتابع جولتنا مع الصحف العالمية نبدأ الجولة مع الصحف العالمية مع الموند الأوروبيون السيادة في قلب الانقصامات إسرائيل تكثف استعداداتها للهجوم على رفح من تابع لنكون مع لوفي جارو محادثات مصرية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس نبقى مع صحيفة The Guardian حمزة يوسف يستقيل من رئاسة وزراء سكتلندا حماس على وشق قبول خطة وقف إطلاق النار من تابع الجولة ومن The Guardian سنكون مع The New York Times الزعماء العرب يضغطون على المتظاهرين الإسرائيليون يستعدون لأوامر الاعتقال من لهاي من تابع لنكون مع The Washington Post محاكمة ترامب ليست المسار الصحيح الطلاب اليهود يعتبرون التظاهرات تلاعبا بالعواطف من الصحف العالمية سنتابع جولتنا لنكون مع فقرة كاريكاتور من تابعه مع النهار ودائما بريشة أرمان حمصة وتوصف الواقع بغزة طبعا ووضع المنطقة المتأثر بطبيعة الحل من تابع أيضا كاريكاتور مع اللواء وهو عن اللقاء لقاء السبت في معرب هيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهية حلقتنا الموعد بيجادات بكرة إلى اللقاء